احنا بنتكلم على هدنا مدتها ايه؟ احنا بنتكلم على ستة اسابيع ستة اسابيع يعني كل يوم فيه اسر اعتقد كل تسليم اسير بيوم؟ بيوم هم بيكلموا على كده على ان كل اسير يعني هنمشي على يعني نمط ان الاسير يوم ولكن انا بقول لحضراتكم الكلام بمسرع على ستة اسابيع خلالهم حضرتك هيبنى عليه المرحلة التانية من الصفق هل المرحلة التانية بتتضمن خروج قيادات حماس من غزة؟ لانه هم رافضوا هم رافضوا بس فيه نقول هنا حضرتك انا عايز ايه اقول ان في تعديلات بتتم في كل لحظة يستوقفني في كلام سيادتك تصريحات وزير الخارجية البريطان وده موضوع مهم ودرجة مهم جدا في العملية وفي ادارة العملية لانه كان رئيس وزراء سابق وحد مهم جدا كلم على ربطين مهمين قال ان احنا علشان نبدأ في المرحلة التانية في المبادرة المصرية او تبقى لتوافقات باريس تلت مراحل ان احنا لابد من اخراج قادة حماس زيماساتك اشارتي ده شرط علشان نجيب اسرائيل للحل السياسي دول مش هيبقا لهم موجود في المشهد النقطة التانية حضرتك اللي بيكلم فيها برضو البريطانيين بيتكلموا حضرتك على ان الجيش الاسرائيلي لابد ان هو في المقابل ايضا يلتزم بفكرة الخروج النهائي من قطاع غزة وقال لا يكون له تواجد ولكن ده حيتطلب وجود قوات مشتركة قوات اخرى يعني ممكن يبقى مصريين قطريين بريطانيين يعني تركيبة معينة مش بالضرورة تكون بقرار من مجلس الامن ده اللي بيطمح اليه البريطانيين احنا عايزين نحل الموضوع بصورة يعني جزرية ولكن بتوافقات اقليمية دولية تمام ترجمة نانسي قنقر